موسيقى مهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عنوينها الزبداني في مرمى براميل الموت وانتحاري من داعش أمام مركز للنصرة في ريف إدلب الائتلاف السوري جاهز لائحة بأكثر من أربعين سؤالا رفعا إلى دمستورة بشأن خطاته الجديدة القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لاقتحام الخالدية وتحريرها من داعش استادفى طيران الأسد الحربي مدينة الزبداني وغوطة دمشق الشرقية بعشرات البراميل المتفجرة في حين فجر انتحاري من داعش نفسه في مقر دار القضاء التابع لجبة النصرة في بلدة سلقين بريف إدلب مما أدى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا غالبيتهم من المدنيين عقب تعليق المفاوضات التي تجري في تركيا بين حركة أحرار الشام والوفد الإيراني بعد الاختلاف على بند يتعلق بإطلاق سراح معتقلات لدى النظام السوري استهدفت مقاتلات الأسد بأكثر من 16 ضربة جوية مدينة الزبداني وغوطة دمشق الشرقية في حين استهدف طيران المروحي الأسدي بعشرة براميل متفجرة مدينة دارية في ريف العاصمة يأتي ذلك في وقت تمكن الثوار من السيطرة على بلدة قبر حشيج في جبل الأكراد في لذيقية واستجتباكات عنيفة أدت إلى مقتل وجرح العشرات من كتائب الأسد وشبيحته واختنام بعض الأسلحة والذخائر على جبهة قمة النبي يونس وفي حمص قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 19 بحالات اختناق جراء استهداف الأحياء الشمالية من مدينة الرستن بقدائف تحمل غازا ساما رجح الأطباء أنه غاز ديكلور يأتي هذا عقب اشتباكات بين مقاتلي المعارضة وقوة النظام السوري على أطراف المدينة وفيما سقط خمس قتلى وعشرات الجرحى إثر غارة لطيران الأسد الحربي على بلدة كفرنبل في جبل الزاوية في مدينة إدلب قتل وجرح العشرات بينهم أطفال ونساء إذا تفجير انتحاري من تنظيم داعش الإرهابي نفسه بدار قضاء شبهة النصر بمدينة سلقين من جانب آخر أكدت حركة أحرار الشام أن الكتيب الأمنية التابعة لها اختالت العميد الركن في الحرس الجمهوري السوري رئيف علي الحسن والمساعد أول أبو شاهين بالإضافة إلى خمسة من مرافقيهما وذلك باستهداف سيارتيهما في ساحة العباسيين في العاصمة ديمشق وبثت الحركة جيلا مصورا قالت أنه لعملية اختيال وقالت أن العملية جاءت نصرة لمدينة الزبداني التي تشهد حملة عسكرية واسعة من قوات النظام ومسلحي حزب الله أدت إلى تهجير معظم سكانها واليوم ما شيع حزب الله الثاني من عناصره قتلا في الزبداني وهما يوسف عماد محسن في بلدة الطيب قضاء مرجعيون ومحمد بلال إدريس في بلدة الريحان قضاء مرجعيون أيضا أحيى ناشطون سوريون الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها ميليشيات الأسد في ريف ديمشق بمسيرة سلمية وزعوا خلالها كمامات بيضاء في شوارع العاصمة لن يسامحكم أطفال الغوطة يوم القيامة هذه العبارة ومثيلاتها كتبت على مئة كمامة ضيضاء وزعت في شوارع ديمشق كرمز لاستنشاق الموت وأحياء للذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها ميليشيات الأسد في الغوطة الشرقية بريف ديمشق في آب 2013 أكد الناشطون أن إحياء ذكرى المجزرة سيتحول إلى تقليد سنوي إلى أن ينال القاتل عقابه وأن هكذا تحركات سلمية ستبقي روحى الثورة الأولى في وقت تغطى الطابع العسكري على مظاهرها حملت هذه المسيرة ثلاث رسائل واحدة للنظام كإشارة إلى أن هذه المجزرة لن تنسى وستشكل دفعا للثورات الثانية رسالة تضامن ودعم لأهل الغوطة أما الثالثة فللمجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام كل هذه الانتهاكات يذكر أن مدينة ديمشق شهدت العديد من النشاطات السلمية المشابهة قام خلالها ناشطون بتوزيع قصصات ورقية تحت أسماء حملات عديدة كحملة أنقذ البقية وحملة أنقذ حلب وحملة استنشاق الموت في الذكرى الأولى للمجزرة وفي آخر الحملات وزعت ورود بيضاء مع رسائل على أبواب المنازل في ديمشق تذكر بالأهداف الأولى للثورة السورية تواصل الهيئة العامة للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعها الطارئ في اسطنبول لليوم الثالث على التوالي وقد جهزت أكثر من أربعين سؤالا لرفعها إلى الموفد الأممي استيفان دومستورا بشأن خطته الجديدة لحل الأزمة السورية خطة عمل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا شكلت مدار بحث على طاولة الهيئة العامة للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في اسطنبول التي واصلت اجتماعاتها لليوم الثاني لمناقشة الخطة وللنظر في الوثائق المعدة من قبل الهيئة السياسية التي اجتمعت على مدار أسبوع لبحثها وقابلت فريق ديمستورا وممثلي البلايات المتحدة وتركيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي يعني الاجتماع الطارئ أعتقد أنه معرف بنفسه لأنه في عندنا خطة طارئة في خطة جديدة أرسلت من الأمم المتحدة للإئتلاف عبر الهيئة السياسية والهيئة الرئاسية وهذه الخطة تتضمن نقاط توحي الحقيقة بالخروج عن صيغة جينيف المتفق عليها في حزيران 2012 تتضمن بنوات جديدة يجب دراستها بعناية وحذر واهتمام لأنها تحوي بين سطورها الحقيقة العديد من أقول الألغام أو يعني النقاط الخطيرة التي يجب أن تدرس ويجب أن لا يتم تجاوزها بسهولة وكانت الهيئة السياسية للإئتلاف قد أصدرت بيانا قبل أيام أكدت فيها أن خطة المبعوث الدولي ديمستورا تفتقر إلى الآليات الواضحة وتتجاوز الإكرار بالتمثيل الشرعي لكوى الثورة والمعارضة السورية وتركزت الملاحظة الثانية للبيان في أن الهدف المنشود من بيان جينيف واحد هو قرار مجلس الأمن 2118 القائم على الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية بكامل الصلاحيات يضيع في طياط مسودة خطة ديمستورا المقترحة وشددت الهيئة على أن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي على حد تعبير البيان وفي اليوم الثالث والأخير من اجتماعات اسطنبول يتوقع أن يصدر عن الهيئة بيان تحدد فيه موقفها من المشاركة في مجموعات العمل الأربع التي تضمنتها خطة عمل المبعوث الدولي والآليات المقترحة بشأنها بدأت القوات العراقية عملية عسكرية لاقتحام الخالدية وتحريرها من داعش فيما يصوت تتحرك القوات العراقية بشراسة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي خصوصا في محافظة الأنبار حيث بدأت عملية عسكرية لاقتحام منطقة الخالدية مدعومة من طائرات التحالف الغربي الذي استهدف موقعا لداعش شرقي الرمادي وقتل أكثر من أربعين عنصرا إرهابيا كما أحكمت القوات المشتركة السيطرة على محيط مدينة الرمادي وتطويقها من مختلف الجهاد بالكامل وذلك بعد معارك أسفرت عن إبعاد عناصر داعش عن منطقة حصيبة الشرقية وفيما تشن القوات العراقية هجوما عنيفا لقطع خطوط إمداد داعش على الطريق الرابط ما بين مدينة بيجي في صلاح الدين والرمادي في الأنبار حررت القوات المشتركة معهد النفط داخل مصفاد بيجي في ديالا شنت قوات الأمن عملية استباقية في المناطق الشمالية الشرقية من المحافظة تم خلالها تدمير معسكر لداعش في المقابل ذكر مصدر أمني عراقي أن داعش أشعل النيران في ثلاثة آبار نفطية شرق تكريت وفي محاولة لدعم القوات الأمنية يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحرس الوطني وفي حالة عدم تمكن البرلمان من تصويت عليه فسيرفع مشروع القانون لرئيس الوزراء للبت فيه بدورها جددت واشنطن استعدادها لتقديم الدعم الكامل للعراق من أجل تحرير أراضيه وذلك أثناء لقاء السفير الأمريكي لدى بغداد ستيورت جونز برئيس مجلس النواب العراقي سليم لجبوري وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والتأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الحرس الوطني ليكون نواة لمسك الأرض بعد تحريرها من داعش وفي نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل فرنسا تنتقد فضيحة تعامل دول أوروبا الشرقية مع اللاجئين السوريين تفاصيل جديدة عن قضية شحنة الموت وصحبها اللبناني التي عثر بداخلها على جثث لاجئين متحللة في المجر وفرنسا تصف بالفضيحة تعامل بعض دول أوروبا الشرقية مع أزمة اللاجئين بدون أي تردد يمكن لهذا القطار في مكدونيا أن يسمى بقطار الأحلام فهو يعتبر أهم المحطات التي ينطلق منها المهاجرون في رحلة محفوفة بالمخاطر أملا في العبور إلى بقية الدول الأوروبية للوصول إلى حياة أفضل مأسي اللاجئين من مناطق الصراع إلى دول أوروبا مروعة جدا ولكن أكثر ما أثار اهتمام العالم في الأيام القليلة الماضية كانت قضية الشاحنة التي عثر عليها في النمسا وبداخلها 71 جثة متحللة تبين أنها تعود بغريبيتها إلى سوريين وكانت في الساعات الماضية ظهرت أسور الأولى لمالك شاحنة الموت اللبناني الذي يحمل جنسية بلغرية والذي يخضع للتحقيق مع ثلاثة آخرين متورطين في شبكة بلغرية مجرية تعنى بتهريب البشر والمتاجرة بهم صاحب الشاحنة اللبناني تولى نقر اللاجئين في رحلة طويلة في اتجاه ألمانيا انطلاقا من الحدود السربية المجرية وتبين أنه ترك الشاحنة إلى جانب الطريق بعد انبعاث رائحة الجثث المتعفنة منها الأوضاع الأنسانية المأساوية للاجئين دفعت وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس إلى انتقاد تعامل بعض دول أوروبا الشرقية مع أزمة اللاجئين واصفا هذا الأسلوب بأنه فضيحة وقال فابيوس أنه عندما يرى أن بعض الدول الأوروبية ولسيما في الشرق لا توافق على حصص توزيع المهاجرين يجد ذلك مشينا داعيا المجر إلى إزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها على حدودها مع سربيا والتي قال أنها لا تحترم القيم الأوروبية المشتركة مشاهد مؤلمة تتنقلها صحف العالم ومختلف وسائل الإعلام عن مآسي اللاجئين السوريين أثناء هروبهم من جحيم الحرب في بلادهم بحثا عن مستقبل أفضل هذه المشاهد والصور جمعها معارضون سوريون في شريط فيديو مؤثر حمل عنوان رحلة الموت باتجاه الجنة ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر في عددها الصادر اليوم اعتبرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن تركيا خدعت أمريكا وداعش يجني الثمار لأن هدف أنقر الحقيقي كان الأكراد في تركيا وسوريا والإراق وأن الضربات ضد التنظيم لم تكن أولوية بالنسبة إليها موسيقى تحت عنوان تركيا خدعت أمريكا وداعش يجني الثمار نتالع في صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا لباتريك كوكبرن قال فيه إن الولايات المتحدة وبتوقيعها الاتفاق العسكري مع تركيا لاستخدام قاعدة انجرليك الجوية خانت السوريين الأكراد الذين كانوا أكثر الحلفاء فعالية ضد تنظيم داعش فالاتفاق العسكري يقضي بحصول أمريكا على تعاون عسكري أكبر من تركيا لكن بسرعة تبين أن هدف أنقر الحققي كان الأكراد في تركيا وسوريا والعراق وأن الضربات ضد التنظيم لم تكن أولوية للأتراك إذ أن ثلاث غارات جوية تركية فقط استهدفت داعش مقابل ثلاثمائة شنت ضد قواعدة لحزب العمار الكردستاني كما يقول كوكبرن وحسب المقال فأن سيطرة الأكراد على نصف الحدود السورية التركية التي يبلغ طولها نحو 550 ميلا كانت سببا وراء عرض الرئيس التركي رشب طيب أردغان التعاون بشكل أكبر مع الولايات المتحدة وفتح قاعدة إنجرليك أمامها بعدما منعت منها في السابق وقال كوكبرن أن الولايات المتحدة كانت تحاول إنشاء قوة معتدلة من المقاتلين السوريين لتحارب داعش وحكومة الأسد وفي شهر تموز أرسلت مجموعة مقاتلين تحت مسمى الفرقة الثلاثين ولكن ما إن عبر أفرادها إلى سوريا من تركيا حتى وجدوا مقاتلين من جبهة النصرة الذين أسروا عددا منهم ويعتقد الكاتب أن هذا دليل على أن جبهة النصرة حصلت على معلومات عن تلك الفرقة من المخابرات التركية ويتساءل الكاتب كيف للاتفاق التركي الأمريكي أن يؤثر على تنظيم داعش فيجيب إن التنظيم قد يواجه صعوبة في نقل مقاتليه عبر الحدود السورية التركية لكنه سيشعر بالراحة لرؤية قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تحت وطأة الضغط التركي وكذلك قوات حزب العمال الكردستاني التي تتعرض لضربات جوية في جنوب شرقي تركيا وسلسلة جبال قنديل في العراق ويبين المقال أن تنظيم الدولة لم يفقد زخمه وأن الحملة العسكرية ضده فاشلة ولم تغير الاتفاق مع تركيا شيئا وتتبعون في نشرة سوريا اليوم بعض الفاصل صورة وتغريدة على توتر تنقل لاجئا سوريا من الجحيم إلى النعيم تغريدة على موقع توتر قلبت رأسا على عقب حياة لاجئا سوريا يمتهن بيع الأقلام في لبنان لم تدرك هذه الطفلة أنها ستنال لقاء استسلامها للنوم على كتف والدها سبعة وسبعين ألف دولار بدأت القصة بتداول صورة هذا اللاجئ السوري الفلسطيني وهو يحمل ابنته النائمة أثناء بيعه الأقلام في أحد شوارع بيروت قصاوة المشهد دفعت بناشط من إسلندا يعيش في الناروج إلى إطلاق حملة باي بانز عبر توتر لجمع التبرعات لعبد الحليم العطار وابنته ريم وفي غضون أيام وصل حجم التبرعات إلى سبعة وسبعين ألف دولار من حوالي ألفين وستمائة شخص حول العالم علما أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بما أن باب التبرعات لا يزال مفتوحا سيتم تسليم المبلغ للعطار على دفعات وقد أعلن فور علمه بقيمة التبرعات أنه يريد أن يساعد سوريين آخرين يشار إلى أن العطار كان يقيم في مخيم اليارموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق قبل أن تجبره ويلات الحرب على الفرار إلى لبنان منذ ثلاث سنوات مع والديه عبد الله وريم حالو اشتعل موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بحساب جديد انطلق قبل أيام مخصص للسخرية من أعمال تنظيم داعش الوحشية داعش كاريوكي حساب جديد أنشئ على موقع تويتر لتواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وجذب حتى الآن أكثر من 32 ألف مثابع هذا الحساب وأحدث أسلوب للسخرية من داعش من خلال كتابة أغاني لنجوم الرب والروك على صور لقادة داعش وهم يلكون خطاباتهم أمام مناصر التنظيم أسقط أغاني وليس قنابل هو الشعار الذي تتبناه الصفحة في انتقاد واضح لأفعال داعش الإجرامية من قتل وتفجير إلى جانب حظر التنظيم للأغاني والموسيقى في مدينة الرقة السورية وباقي المناطق التي يسيطر عليها في آخر خبر ورد قبل قليل أعلن نشطون سوريون سقوط عشرات القتل والجرحة في قص من الصواريخ الفراغية استهدف الأحياء السكنية في مدينة دومة بريف دمشق والآن تذكير بعنامنا نشط الزبداني في مرمى براميل الموت وانتحاريه من داعش فجل نفسه أمام مركز للنصرة في ريف إزلد الائتلاف السوري يجهز لائحة بأكثر من أربعين سؤالا لرفعها إلى دمستورة بشأن خطته الجديدة والقوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لاقتحام الخالدية وتحريرها من تنظيم داعش إلى هنا تدهد النشرة شكرا لإصائكم إلى اللقاء إن شاء الله اشتركوا في القناة